للحديث أكثر ينضمعنا من اسطنبول المحلل العسكري والاستراتيجي العميد الركن أحمد رحال سعدت العميد أهلا بك معنا بداية ما مدى جدية وفد النظام برأيكم مع توجه أنظار العالم لإيجاد حل الحرب في سوريا يعني بعد نجاح المملكة العربية السعودية وأحداثها هذا الخرق وتكوينها للوفد الموحد وسد كل الذرائع التي كانت تتحجز بها موسكو أو دمشق أو طهران كان على المجتمع الدولي تلقف تلك الفرصة لكن على العكس وجدنا من أن هناك عملية تلكو بالزهاب إلى جينيف وجدنا أن هناك تصعيد عسكري هناك اعتراضات من بشار جافري إن كان حول شكل الوفد أو حول المفاوضات المباشرة وبالتالي نحن اليوم أمام فرصة أخرى قد تضيع طالما أنه لا توجد هناك ضغوط حقيقية من المجتمع الدولي على موسكو وطهران وطالما أن بشار الأسد ما يزال يعتقد بأن الخيار العسكري هو الأفضل وفد المفاوضات أو وفد الموحد للمعارضة السورية أبدأ كل تجاوب وأبدأ كل إيجابية في العملية الدخولية للمفاوضات ضمن وفد الموحد وضمن الشروط والمرجعية الدولية وعلى قاعدة رحيل بشار الأسد منذ بدء المرحلة الانتقالية ولكن حتى الآن كما وجدنا من أن الوفد المفاوض وجد نفسه وحيدا في جينيف وبشار جعفري ما يزال في دمشق حتى صباح اليوم على الأقل ما الذي تعول عليه المعارضة في هذه المفاوضات؟ يعني نحن نتمنى المجتمع الدولي من أن يحقق للشعب السوري مطالبه نحن لدينا قضية هذه لدينا الشعب قدم أثمان على مدار سبع سنوات هناك احتلال إيراني هناك احتلال لميليشيات طائفية إلى سوريا هناك ميليشيات أسدية قتلت الشعب السوري وبالتالي لابد لهذا الشعب أن يرتاح بعد سبع سنوات نحن نطمح لإقامة الدولة المدنية الديمقراطية نحاول جمع مكونات السورية ضمن دولة جديدة ضمن استقرار جديد مع رحيل الطاغية وكل ذمرتي وكل من تلطقت يدها بدماء السوريين ألا المجتمع الدولي إنصاف الشعب السوري وإيجاد حل دائم وإلا استمرار القتل ليس في مصلحة الجميع وليس في مصلحة حتى الدول الإقليمية لأن الشرار المتطاير لن يبقى حبيس الحدود السورية هذا الأمر أصبح واقع للجميع وعلى المجتمع الدولي الإصرار على الضغط على إيران على موسكو على بشار الأسد للقبول بمرجاعيات الدولية وبقرارات مجلس لامن طيب أليس من المفترض أن يلتزم النظام السوري والدول الداعمة لها الموجودة ميدانيا في سوريا بالتعهدات السياسية والعسكرية التي توصلت إليها في اجتماعات ستانة وخلال اللقاءات الثنائية كذلك نرى قيام الطائرات الروسية إلى جانب طائرات النظام بضرب فصائل الجيش الحر في الغوطة الشرقية يعني هذا يوضح أن هناك اختراق لاتفاقية خفض التوتر يعني أنا أعتقد أن هناك عملية أصبحت جلية وواضحة من أن هناك عملية خداعة وعملية مراوغة عندما يخرج المتحدث باسم الرئاسة الروسية بالأمس بيسكوف ليقول نحن نقاتل داعش في الغوطة الشرقية بينهم يقتلون الشعب السوري يقتلون فصائل الجيش الحر التي وقعت اتفاقيات خفض التوتر الجميع يدرك أن داعش خرج من الغوطة الشرقية مع منتصف عام 2014 الطيران الأسدي الطيران الروسي أربع كتائب مدفعية روسية وصاروخية تتواجد في محيط مطار دمشق الدولي وفي منطقة الغزلانية تقصب الغوطة الشرقية ميليشيات النجباء وميليشيات الحر السوري الإيراني ما ذالت تحاول اقتحام الغوطة الشرقية وبالتالي أمام هذا الواقع أمام هذا التصعيد لا أعتقد أن هناك فرصة كبيرة في جينيف وبالتالي نعود للقول طالما أنه لا ضغوط على موسكو وطهران والأسد لا أعتقد أن هناك أي اختراق سيحدث في جينيف أو خلال المفاوضة المحلل العسكري والاستراتيجي العميد الركن أحمد رحال كنت معنا من إسطنبول شكرا جزيلا لك